في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها الدولة والمجتمع اليمني كان الجميع ينتظر أن تقوم مؤسسات السلطة الشرعية بأدوار أكبر من أدوارها الافتراضية إلا أن ما حدث كان العكس من ذلك تماما في وقت تعمل فيه أطراف إقليمية ودولية على تفتيت اليمن والسيطرة على قرار مؤسساته الشرعية كان يفترض أن يكون لدى السلطة الشرعية جهاز دبلوماسي على مستوى عال من الحس الوطني والاحترافية المهنية بما يمكن من إحداث التأثير وتغيير توجهات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلا أن ذلك لم يحدث مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس هادي فشلت في أن تجعل من الدبلوماسية أداة فاعلة في معركتها لاستعادة الشرعية أكثر من ذلك يقول البعض إن هادي ذاته هو من يتعمد إفشال كل المؤسسات ليبقى هو الوحيد المتحكم بكل شيء منتصف سبتمبر الماضي وبعد فراغ دبلوماسي دام أشهرا عين محمد الحضرمي وزير للخارجية اليمنية ليصبح رابع وزير يتولى المنصب الأكثر تغييرا في المرحلة القادمة خلفا لخالد اليماني الذي لم يستمر أكثر من عام واحد يذكر اليماني وتستدعي الذاكرة تصاريحه الحماسية في مطلع تعيينه عن قطته لإجراء حركة تغيير شاملة في السلك الدبلوماسي واستبعاد من لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي ممن تم تعيينهم وفقا للمحاصصات الحزبية والأسرية هذا الموضوع اختصاص خدمة مدنية ومالية الموضوع المتعلق بالسفارات اختصاص خارجية وزير خارجية ووزير خارجية لدي خطة لذلك وسندعمه بشكل كامل يعني هذه الأمور كلها الملفات بنابدأ نشوف إيش الإشكالية فيها لن نسمح بتضخمها بنابدأ نقلص ونضع حلول ما يعني أنه اصطدم بجبل جليد من النفوذ المتجذر والمدعوم الأمر الذي يتحول معه نفوذ الوزير المسؤول عن هذه المؤسسة السيادية شكليا ويجعل استقالته واردة في استقالته المرفوعة لرئيس الجمهورية قبل يومين لخص سفير اليمن في أصبانيا نبيل ميسري وهو المحسوب على الرئيس هادي معالم الفساد المالي والإداري المستشري في عمق المؤسسة الدبلوماسية استقالة الميسري تعد الأولى على مستوى السفراء إذ أن العادة أن لا ينصرف أي سفير إلا بإقالة أو بانتهاء فترته هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تثير جملة من تساؤلات عن نفوذ المفسدين المغلين في مؤسسات الشرعية وعن سوء أداء البعثات الدبلوماسية التي تحولت إلى ما يشبه الإقطاعيات الخاصة مناطقية وشلالية يبقى السؤال الأكبر هو ذلك المتصل بمن يتحكم فعلا بحركة التعيينات في مؤسسات الشرعية ولمصلحة من تعمل هذه الشلال المسيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية